اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين بتوجيهات ورؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومبادئ مثاق العمل الوطني ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 وبرنامج الحكومة تواصل رسم المسارات المستقبلية لكافة القطاعات مع تعزيز دور القطاع الخاص باعتبارها المحرك الرئيس للنمو نعم أشار سموه إلى أن العمل مستمر بكل عزم على إطلاق الاستراتيجيات والسياسة الاقتصادية الجاذبة للاستثمار لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الإبداع والابتكار وروح ريادة الأعمال لتوسيع حجم الاقتصاد تحقيقا للأهداف المنشودة قال سموه إن تحقيق الاستهار لبحرين المستقبل والحاضر يتطلب أن يكون العمل الذي يتم إنجازه اليوم والمخطط لتنفيذه غدا هدفه مصلحة الوطن العليا والمواطنين مؤكدين على أهمية أن يكون التعاون وتنسيق شاملا متكاملا بين كافة القطاعات بما يحقق الأهداف التنموية ويرفض الاقتصاد الوطني لتبقى البحرين دائما أملا ومشرقا للجميع جاء ذلك لدى لقاء سموه في قصر القضيبي اليوم معالي السيد أحمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وعددا من أعضاء مجلسي الشورى والنواب بحضور معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وسعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين حيث أشار سموه إلى أهمية مواصلة جهود التنسيق المشترك مع السلطة التشريعية والقطاع الخاص بعزيمة أكبر نحو أفاق التقدم والتطوير بما يسهم في الوصول إلى الطموحات الموضوعة ويعود بالنفع والنماء على الوطن وكافة أبنائه لفت سموه إلى أن أفاق التنمية المستدامة تستوجب في كافة مناحيها مواصلة ترسيخ أسس السلام في المنطقة والعالم وهو النهج القائم لمملكة البحرين بما يحقق الخير والازدهار للجميع من جانبهم أكد رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عن بلغ الشكر والتقديل لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه من متابعة دائمة لتطوير أوجه التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تنبع من الحرص على تحقيق الأفضل للوطن وأبنائه في شتى المجلات مؤكدين أن العمل متواصل لبلوغ الغايات المنشودة بما يعود بالخير على الجميع ترجمة نانسي قنقر